بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المعلمة سهام الوعلم معاهد وبرامج تربية الفكرية لمرحلة المتوسطة سوف نتعرف سوياً على درس مادة العلوم للصف الثالث متوسط أولاً حتى نستفيد سوياً طلاب وطالباتي من هذا الدرس هناك قوانين للتعلم عن بعد سوف نتفق عليها وبعد ذلك نطبقها سوياً حتى نستفيد جميعاً من هذا الدرس إذن قوانين التعلم عن بعد أولاً ماذا نفعل؟ نبحث عن مكان هادي لحضور الحصة الدراسية بعد ذلك نقوم بتجهيز جهاز الحاسوب أو الجوال استعداداً للدرس ومن ثم نطلب المساعدة عند حاجتنا لتشغيل الجهاز بعد ذلك نحرص على أن يكون حضورنا واستعدادنا قبل الحصة بدقاء من قوانين التعلم عن بعد أيضاً نجلس جلسة صحيحة بعد ذلك نجلس حتى انتهاء وقت الحصة الدراسية أيضاً نحرص طلاب وطالباتي على أن نستمع جيداً لكلام معلمي ومعلمتي عندما يتحدثون حتى نستفيد من هذا الدرس بعد الانتهاء من الدرس ماذا أفعل؟ أقوم بترتيب أدواتي المدرسية في الحقيبة المدرسية أو في المكان المخصص لها عنوان درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي سوف نستكمل موضوع درسنا السابق والذي كان بعنوان العوامل المؤثرة في المناخ إذن المجال المستهدف لهذا الدرس هو المجال المعرفي أما المجال المساند وهو المهارات الحركية الدقيقة هناك بعض الأهداف التي سوف نحققها بإذن الله من خلال هذا الدرس سوف نستمع سوياً طلابي وطالباتي أولاً الهدف العام لهذا الدرس هو أن يتعرف الطالب وطالب على العوامل المؤثرة في المناخ الأهداف الخاصة لهذا الدرس هي يذكر الطالب وطالب العوامل التي تؤثر في المناخ بشكل صحيح يربط الطالب وطالب بين العوامل وتأثيرها على المدن بشكل صحيح بعد ذلك يحدد الطالب وطالبة مناخ مناطق المملكة العربية السعودية بشكل صحيح الآن سوف نستمع سوياً طلابي وطالباتي إلى قصة قصيرة بين صديقنا أحمد وصديقنا خالد اتصل صديقنا أحمد بصديقنا خالد الذي يسكن في مدينة الرياض وأحمد يعيش في مدينة أبهى جنوب المملكة قال أحمد لصديقنا خالد السلام عليكم صديقي خالد لدينا الطقس هنا بارد جدا فقام بالرد عليه صديقه وقال كيف لديكم الطقس بارد ونحن في فصل الصيف لدينا في مدينة الرياض الطقس حار جدا وجف فقام بالإجابة عليه صديقه أحمد وقال لأن مدينة أبهى تعيش أو نستقر نحن فوق المرتفعات إذن نحن نعيش فوق المرتفعات أما أنتم في مدينة الرياض فهي منطقة جافة صحراوية لذلك الحرارة لديكم في فصل الصيف شديدة جدا والطقس جاف إذن هناك بعض العوامل أصدقائي أو طلابي وطالباتي بعض العوامل التي تؤثر في المناخ كما شاهدنا أو استمعنا إلى الحوار الذي دار بين صديقنا أحمد وخالد بعض هذه العوامل هي ماذا؟ المرتفعات كما قال صديقنا أحمد إذن مدينة أبهى جنوب المملكة لأنها فوق المرتفعات يكون الطقس في الصيف بارد ومعتدل إذن يكون الطقس في فصل الصيف بارد أيضا من العوامل التي تؤثر في مناخ المدن هي ماذا؟ القرب والبعد عن المسطحات المائية إذن نشاهد في بعض المدن التي يكون فيها ماذا؟ أو تقترب من البحار هناك الطقس يكون فيها ماذا؟ رطب وحار جدا في فصل الصيف إذن يكون رطب وحار في فصل الصيف وشديد البرودة في فصل الشتاء إذن من الظواهر أو العوامل التي تؤثر في المناخ هي القرب والبعد من المسطحات المائية أيضا من العوامل المؤثرة في المناخ هي ماذا؟ كما تشاهدون أمامكم هذه الظاهرة أو هذا العامل من العوامل المؤثرة في المناخ وهو ماذا؟ الرياح أحسنتم عندما تقوم الرياح بماذا؟ أو عندما تهب الرياح شمارية يكون الطقس في بقية مدن المملكة ماذا؟ بارد أحسنتم إذن هذه أو عفوا الرياح من العوامل المؤثرة في المناخ والتي تؤثر في مناخ أو طقس المدن إذن من العوامل المؤثرة في المناخ أولا المرتفعات أو الارتفاع، القرب والبعد عن المسطحات المائية وأيضا الرياح إذن هذه هي العوامل التي تؤثر في مناخ المدن الآن نصف المناخ في الصورة التي أمامك إذن الصورة التي أمامي هي ماذا؟ هي صحراء أحسنتم كما تشاهدون أمامكم صحراء وعدد من الجمال وماذا؟ وشمس ساطع إذن نصف المناخ في هذه الصورة إذن عندما أشاهد هذه الصورة يكون المناخ ماذا؟ شديد الحرارة إذن حرارة مرتفعة كما ترون أمامكم شمس ساطعة وماذا؟ وصحراء إذن سوف يكون الطقس جاف وحار إذن الطقس في هذه الصورة نصفه بأنه جاف وحار لأنها منطقة صحراوية الآن نجيب على الأسئلة التي سوف تظهر أمامي أصل بين العوامل المؤثرة على المناخ والصورة الدالة عليها أين هي الصور أو الصورة التي تمثل المرتفعات؟ هل هي الصورة الأولى أم الصورة الثانية؟ الصورة التي تدل على المرتفعات هي أحسنتم الصورة الثانية إذن هذه هي المرتفعات والمرتفعات من العوامل التي تؤثر على المناخ القرب والبعد عن المسطحات المائية أين هي الصورة المناسبة لهذا العامل؟ القرب والبعد عن المسطحات المائية؟ أين هي الصورة التي تمثل عامل الرياح؟ إذن نشاهد الصور التي أمامنا أولا في الأعلى الصورة لماذا؟ لبحر إذن هذه لا تمثل الرياح أما الصورة في الأسفل نشاهد أن الأشجار تتحرك إذن هذه رياح أحسنتم إذن الرياح من العوامل المؤثرة أيضا في المناخ والتي تؤثر على المناخ والطقس الآن نجيب بصح أو خطأ على السؤال الذي سوف أقوم بقراءته تزداد درجة الحرارة في المناطق المنخفضة وتقل تدريجيا في المناطق المرتفعة إذن نستمع مرة أخرى إلى السؤال تزداد درجة الحرارة في المناطق المنخفضة وتقل تدريجيا في المناطق المرتفعة كما في منطقة أو مدينة الطائف وأبهى إجابة صحيحة أم خاطئة؟ إذن أحسنتم إجابة صحيحة إذن في المناطق المنخفضة تزداد درجة الحرارة أما في المناطق المرتفعة فهي تقل تدريجيا أجب بصح أو خطأ لا يتأثر المناخ بالقرب أو البعد عن المسطحات المائية إذن هل التقص في مدينة الرياض مقارنة بمدينة جدة نفس التقص في الصيف والشتاء إذن في مدينة جدة تتميز المدينة بالقرب وبعدها عن المسطحات المائية إذن هذه إجابة أحسنتم إجابة خاطئة بل يتأثر المناخ بالقرب والبعد عن المسطحات المائية الآن نشاهد الصورة التي أمامكم والتي تجمع العوامل المؤثرة في المناخ نشاهد في المرتفعات تكون درجة الحرارة منخفضة تدريجيا أما في المناطق التي تكون قريبة من المسطحات المائية أو من البحار تكون درجة الحرارة ماذا؟ أو التقص يكون رطب وحار أما في الصحاري والمناطق التي تهب عليها الرياح تكون في الصيف شديدة الحرارة وفي الشتاء شديدة البرودة أيضا هناك عامل يؤثر على المناخ ويقوم بإصدار ظاهرة وهي تسمى ظاهرة الفصول الأربعة إذن هذه من الظواهر التي تؤثر على المناخ في بعض المدن أولا فصل الصيف كيف تكون درجة الحرارة؟ في فصل الصيف تكون شديدة الحرارة جدا إذن التقص يكون حار جدا أما في فصل الخريف يكون ماذا؟ جاف وتتساقط ماذا؟ نصف فصل الخريف تتساقط أوراق الأشجار أحسنتم أما في فصل الشتاء نصف التقص في فصل الشتاء أو المناخ في فصل الشتاء شديد البرودة كما ترون أمامكم إذن التقص يكون شديد البرودة في الشتاء وتتساقط الأمطار والثلوج على بعض المناطق أما في فصل الربيع يكون التقص ماذا؟ أحسنتم التقص يكون معتدل في فصل الربيع إذن تعرفنا طلابي وطالباتي سويا على بعض العوامل المؤثرة في المناخ وقلنا ماذا؟ هي الرياح والمرتفعات وأيضا القرب والبعد عن المسطحات المائية شكرا لحسن استماعكم كانت معكم المعلمة سهام الأولى ترجمة نانسي قنقر